أعلن في هذا اليوم المبارك على تخصيص مبلغ مليار لدعم الزواج استكمالا للوعود الحكومية التي تطلقها من حين لآخر وسط الأزمات المستمرة التي يعيشها المواطن منذ سنوات عدة أطلق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيب خلال الاحتفال باليوم العالمي للشباب وعودا بدعم فئة الشباب وتخصيص ميزانيات لهم الوعود تضمنت تخصيص مليار دينار لدعم الزواج ومليار وسبعمائة مليون دينار أخرى قروضا سكنية للشباب من خلال المصرف العقاري بالإضافة إلى أنه اعتبارا من سبتمبر القادم سيتحصل خمسون ألف شاب وشابة على دعم منحة الزواج شرط أن يقدم الشاب ما يثبت إقباله على الزواج وعود الدبيب لفئة الشباب بصرف الملايين لهم ودعمهم قد لا تحظى باهتمام من قبلهم في ظل عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها الأساسية كملف الكهرباء ومكافحة وباء كورونا وغيرها من الملفات الأخرى في ظل عدم اعتماد ميزانية لها واستمرار الجدل داخل أرويقة مجلس النواب والأطراف السياسية وبالحديث عن أزمة تفشي وباء كورونا وجهود مكافحتها لاقت احتفالية الحكومة باليوم العالمي للشباب في مدينة الخمز لاقت ردود فعل محلية مستهجنة وأثارت استغراب المواطنين لكسر رئيس الحكومة قرار حظر التجول الجزئي معتبرين ذلك مخالفة صريحة للقرارات الحكومية واستخفافا بها بدلا من الالتزام بالقيود الاحترازية في ظل استمرار تفشي الوباء وعدم قدرة الحكومة على وضع حد لهذا التفشي إذن وقت وجيز وتحديات عدة تواجه حكومة الوحدة الوطنية التي يخرق سلوك المسؤولين الإجراءات التي فرضوها ضدها إلى جانب مصاعب أخرى تقف عثرة أمام الانفراجة على المديين القصير والمتوسط على غرار تعثر اعتماد الميزانية فضلا عن تعرق للقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات المرتقبة في ديسمبر القادم